اشتركوا في القناة مثلاً مسوية فيه لها دور سبب انخفاض عدد لصبت كورونا أول سبب أعتقده أنه زيادة وعي المواطن أنا بقول لك الإجراءات لسبب واحد لأنه مقتنع بذلك بس في غيره مش مقتنع لأنه مصالح الشخصية أنه الواحد يضل في بيته مع أنه احنا زهبنا من قاعدة البيت وانضغطنا كتير في البداية كان اتخاذ قرار سليم من رئيس الوزراء التسكير عام التزمنا مشينا مرحلة لا بأس فيها الناس التزمت في كل شي كامل بنفس الوقت الحلو في الموضوع أنه كان التسكير شامل على الجميع القرار باش على فرد ولا فردين عرفت كيف من الأساف التي أتت على انشفاط مصابين مرضى كورونا هو التزام المواطنين في إسراءات الوقاية وأيضاً اقتزاماتهم بقرارات وزارة الصحراء أنها تشعرها إغلاق في يوم الجمعة وضع السبت وأيضاً إغلاق الساعة الثامنة مساء مثلاً إغلاق الصلاة إغلاق المكانات يعني الجمع فيها الناس كتير فما يلها دور لما قصرنا هاي الفترة في السبت والجمعة أنه تسكير كانت هي عبارة ناجعة لسببين السبب الأول إنه وقفنا جانيتهم هناك لاحظ أنت يومياً عندنا عشر تهلاف إصابة إحنا عمال الإصابات عمالة بتتراجع 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 أول إشي تسكير جمعة وسبت هو بشكل كبير خفض مستوى إصابات كورونا والإشي الثاني إنه الساعة ثمانية بتم تسكير البلد كامل ومناعة تجول هذا بشكل كبير خفض عدد إصابات الكورونا ممكن يكون عدد عدم توفير كميات من المساحات للمواطنين هي الأدة لعدم كشف حجم الإصابات الموجودة عندنا 95% من الشعب مش ملتزم 95% بطل يفحص بس الكورونا موجودة مش إنها مش موجودة بس العدد اللي خفت هي بس إنه اللهم ما بفحصوش الناس أنواع بيقسم بنفذ التعليمات وبفحص والفحص ويقاية من الأمراض وفيه ناس غير مبالين هلا إحنا منطلب من الناس إنها هي تلتزم بالأمور الكمامة بالتباعد شوي نخفف شوي نخفف يعني ضغطات فهم عليكي بالأماكن العامة وإن شاء الله السلامة للجميع اشتركوا في القناة